أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني فوم يوكيشيد اليوم أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان ولفت جلالة الملك في لقاء عقد على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخب بدبي إلى حرص المملكة على مواصلة توسيع الشراكة مع اليابان في شتى المجالات بخاصة الاقتصادية منها وأشار جلالته إلى جهود الأردن في التحديث الاقتصادي والتحديات التي يواجهها جراء الأوضاع في المنطقة ومن جهته أكد رئيس الوزراء اليابانية أن الأردن من أهم شركاء اليابان في المنطقة ويلعب دورا أساسيا فيها مشددا على أهمية الشراكة بين البلدين وضرورة العمل على تعزيزها من خلال التعاون الاقتصادي والسياسي كما وأهرب عن حرص اليابان على التنصيق مع الأردن كشريك أساسيا في المنطقة ومواصلة دعم المملكة اقتصاديا وماليا لما تقوم به من جهود إصلاحية ودور إنسانية وتناول اللقاء الأوضاع في غزة إذ أكد الجانبان ضرورة العمل على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وزيادة واستدامة المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها بشكل مكثف وسريع وجدد جلالة الملكة التأكيد على رفض الأردن لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة وأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة مشددا على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية في هذا الخصوص حيث أكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكد جلالة الملكة أن حل الدولتين أساس سلام في المنطقة وجزء من أمنها الإقليمية ولا يمكن القبول باستمرار هذه الحرب وانعكاساتها الوخيمة